نشرة الأخبار الرئيسية أهلاً ورحمة الله وبركاته هنا دمشق ومنها يمر خط السواء وتحته يسقط توقيت جرينيتش وجغرافيا خط الاستواء هنا تتقاطع خطوط الطول والعرض السياسية والاستراتيجية ومن دمشق يتسع البكار ليرسم دوائر القرار بأيدي شعبنا العربي السوري الأبي وأقدام حماة الديار على أطلال مشروع عدوان يلفظ أنفسه ويضع أوزاره وينفث آخر سمومه ويعلن الانكسار والاندحار وبخط الطول والعرض وبلغة الضاد البارزة التي يقرأها عميان البصيرة نرسم لوحة الانتصار وعيقونة الزمن الآتي الذي ينظم التوقيتات وساعات ودقائق ودقات قلوب البشرية لأن سوريا قلب العروبة والحضارة والعالم والإنسانية لهذا نرى أن اللعب في الوقت الضائع بغير توقيتنا من فرنسا وبريطانيا والتسلل إلى ملعبنا بأفتك الأسلحة بعدما فشلوا بالوقت الأصلي لن يغير توقيتنا ولن يوقف عقاربنا ولن يعدل النتيجة المحسومة لصالحنا الأسيما أن الحكم النزيه الروسي الصلب الذي يرفع البطاقات الحمراء ولا يعنيه جمهور الأعداء الذي غادر المدرجات حتى أصبح أقل من 11 وفي الوقت الضائع يصر على تعزيز دفاعنا عن مرمان الوطني بصواريخ وكأنها ضربة جزاء لأنه حكم حكيم وينسق مع الحكماء من الصين وغيرها إلى إيران التي يجتمع فيها العقلاء والأصدقاء نعم إنه توقيت دمشق لمن أراد أن يضبط توقيت مغادرته إلى المؤتمر الدولي في جينيف ويحزم حقائبه فعليه أن يعرف الرقم السري للثوابت الوطنية السورية ويمتلك جينات الشعب السوري الوطنية والتي نعلنها مدوية ولا يسمعون لعلهم ما زالوا يراهنون على ترياق حياة لإرهاب يحتضر سريريا وهم لا يدركون هؤلاء نحيلهم إلى هدير أقدام حماة الديار ومصدر الفخار والذين على وقع أقدامهم نستعد لسماع صفارة النهاية وتبقى هنا دمشق تبقى دمشق أرض الحضارات وموطن البطولات والبشارات وسيدة الانتصارات إلى جيدة الانتصارات اشتركوا في القناة